منها كتير النهاردة فهنتخلص مباراة بلاتين يم وحنرجع على المباراة الدوري مرة أخرى كل التركيز سواء من الناحية الجماهيرية أو من الناحية الإعلامية فيش حاجة اسمها الدوري خلص دوري لسه بدري والدوري صعب ولقدر الله ممكن يحصل أي حاجة خلال الفترة القادمة هي دي كرة القدم وهو ده اللي اتعلمناه دائما داخل النادي الأهلي وهو ده اللي احنا ده عارفينه داخل النادي الأهلي لما يبقى فارق النقاط أكبر من عدد المباراة يبقى الدوري خلص ساعتها أقدر أقول لحضرتك الدوري خلص لكن غير كده لا اللاعبين منتهى التركيز جمهور النادي الأهلي ورا لعبته حنفضل ورا لعبتنا وحنفضل وقفين ورا لعبتنا وما عندناش أي مشكلة زي السنة اللي فاتت كانت الناس السنة اللي فاتت بتتريع على النادي الأهلي احنا عمرنا ما حنعمل كده خلي بالك ولا عمرنا حنقول منطقة دافئة ولا منطقة ملناش علاقة خلص بالكلام ده أنا ليه علاقة بالنادي الأهلي فقط النادي الأهلي وازاي يكمل مسيرته مسيرة الانتصارات ومسيرة هذا الأداء الرائع خصوصا في الشوت التاني في المباراة الاتحاد السكندري علشان يكسب الدوري وعلشان يكسب بطولة أفريقيا وعلشان يكسب الكاس عمرنا ما حنتريع ولا عمرنا حنتكلم الكلام اللي كان بيتقال السنة اللي فاتت ده لما كان النادي الأهلي مؤجل ومش عارف عشر مباريات ولا سبع مباريات حاجة كده فكان ترتيبه متأخر شوية فقال لك أصدر النادي الأهلي في المنطقة الدافئة عمرنا ما حنوصل لهذه المنطقة بالعكس ده احنا زعلانين احنا زعلانين على اللي بيحصل النادي الأهلي في حتة ويعني بقية الأندية الله يكون فقون الناس كلها لكن النادي الأهلي اوعه حضراتكم لازم تبقوا عارفين أن هناك حالة بتحصل خلال هذه الأيام كل ما حد يشوف واحد أهلاوي طبعا اللي بيعمل كده ما لا يشجع أنه دي الأهلي يعمل ايه يجي يسلم عليك ويبوسك ويقول لك يا عم ويحضنك وبتاعه مبروك يا عم خدتوا الدوري خدنا الدوري يا جماعة ده عشر مطشاط اللي تلعب والأهلي لعب تمانية الأهلي لعب تمانية مش زنبين أن احنا كسبنا التمن مباريات مش زنبين أن احنا خدنا 24 نقط ما في 2005 حصل الكلام ده قعدنا 16 ولا 17 مباراة بنكسب هو ده النادي الأهلي وهو ده اللي احنا دايما هنبدل عاملينه وأنا متأكد أن الجمهور النادي الأهلي عمره عمره ما هيقع في فخ التنويم المغناطيسي اللي معمول ده لما حد يقول لك مبروك قوله لا لسه بدري احنا مش زي أي حد احنا ما بنتكلمش ولا بنقول مبروك إلا بعد نهاية الموسم وربنا كرمنا وخدنا الدوري نقول مبروك غير كده لا غير كده لا لأن هي دي كرة القدم كرة القدم غدارة كرة القدم صعبة كرة القدم لا تعطي إلا لكل مكتهد عشان كده النادي الأهلي ربنا كرمنا في مباراة حرص الحدود بكرة خبطت عمر السلابي شوت خبطت في واحد وغيرت جاي ودخل الجون ليه؟ لأن لعبت الأهلي مكتهدين وبيتعبوا عشان كده ربنا اداهم ومن حق أنه هو يفوس طوال المباراة عشان كده ربنا اداهم وبالتالي عايزين نبعد عن النغمة دي لو تقدروا أي حد يقدر يعمل هاشتاج لسه بدري الدوري لسه بدري نقدر نعمل كده هو ده اللي مطلوب خلال هذه الفترة لقى بأي نادي آخر نفكر في النادي الأهلي فقط الأندية الثانية على دماغنا من فوقه يعني لهم كل الاحترام وناس محترمة جدا سواء المقاولين أو الاتحاد أو سموحة أو بيرامدز أو الزمالك بقية الأندية كلها لهم كل الاحترام وفي ثانية ممكن أي حاجة تحصل فلازم ناخد بالنا من الكلام ده خلال الفترة القادمة